السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدائنا في مصر وربنا يرحمهم ويرزق أحبابهم الصبر والسلوان النهاردة هنتكلم عن رمضان إنه مدرسة يمكن أول مرة نقول اللفظ ده بس أكيد في معاني كتير قوي هنعرفها مع فضيلة الشيخ تحسين عبده أحد علماء الأظهر الشريف وتاريخ كبير قوي في المجال التربوي والدعوي تحياتي لحضرتك كيف أنت؟ كل سنة حضرتك بخير صح سلامة اتكلمنا بقى حضرتك عن شهر رمضان وفضله من خلال إن حضرتك نوصفه بأنه مدرسة فعلا يعني فعايزين نعرف إزاي هو شهر رمضان بنسميه مدرسة وماذا نتعلم من هذه المدرسة أمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ثم أما بعد صلاة والسلام طبعا بداية الناس الله عز وجل أن يصرف عنا الأمراض والبلاء والوباء وأن يأتي إن شاء الله رمضان القادم وقد صرف عنا جميع الأمراض وأسأل الله عز وجل أن يكون رمضان القادم رمضان سعيد على الأمة الإسلامية كلها أما على الصوم مدرسة الصوم مدرسة بنتعلم منه أشياء كثيرة جدا أولا مدرسة روحانية ثانيا مدرسة اجتماعية ثالثا مدرسة صحية رابعا مدرسة أخلاقية وإذا حبينا إن شاء الله نعرف كل واحد فيهم وإزاي نخرج من رمضان بهذه المعاني الجميلة وإزاي نخرج من المدرسة دي إن شاء الله نطمئنا على قول كبير وعلى إيمان كبير أولا الصوم مدرسة روحانية إحنا طبعا بنشعر في كل عام من رمضان كل مسلم بيشعر أنه في رمضان يكون سعيد وعلى فكرة إن شاء الله لو في فرصة هنقول موضوع خاص عن السعادة وإزاي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة فالمسلم في رمضان غير أي رمضان آخر أو غير أي شهر آخر بيعيش في سرور وسعادة وراحة نفسية عالية أيضا بيحس بطمأنينة ومن خلال كده ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه شيء جميل جدا وهو الصبر والتحمل إزاي بيستطيعه أن يصبر على ترك الطعام والشراب وممكن يقدر أنه يروح أي مطعم خمس نجوم وياكل اللي هو عاوزه ولكن إزاي بيحرم نفسه وزاي بيدرب نفسه على الصبر والتحمل ودي المدرسة اللي متعلمها من شهر رمضان واللي بيفسر لنا المعنى الجميل له الإمام فخر الرازي وهو من أحد علماء التفسير المعرفين بيقوله إيه في التفسير ماذا قال؟ في التفسير قوله تعالى بيقول إيه أعوض بالله من الشيطان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ أحسن دي لأن التقوى هنا لما فيها من كسر الشهوة وانقطاع الهوى دي اللي الإنسان بيستهيده من هذه المدرسة هو إيه؟ كسر الشهوة وانقطاع الهوى وكسر الشهوة مهم جدا لأن الإنسان مع الشهوة قد يفسد قد يرتكب فحشاء قد يرتكب منقرات فبيخرج من هذه المدرسة إنه إزاي بيستطيع أن يصبر وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى في هذا المعنى وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا صدق الله إذن بيكسر الصوم بيكسر شهوة البطن والفر ولذلك الإنسان بيستطيع أن يخرج من هذه المدرسة لا يرتكب المقرات بيصبر على نفسه ويصبر على غيره وبيخرج من هذه المدرسة بفائدة كبيرة جدا أما عن المدرسة الثانية وهي الصوم مدرسة اجتماعية بنلاحظ أن في رمالان بالذات كل المسلمين أو أغلب المسلمين بيتراحم في هذا الشهر بيلاقي بيكسر في هذا الشهر أن تحصل يعني المناخ اللي حوالين الناس أو الرحمات والبرقة في هذا الشهر هي اللي بتدفع الإنسان لشوق لأهله أو لعمل الخير أو ذلك ولا حضرتك تقصد تمام آه عشان كده بيلاقي في رمالان بالذات بيكسر فيه كل سلة الأرحم يعني ممكن حد يلاقوا مثلا شخصية مش من عادتها أنها تتصدق أو كده ولكن في هذا الشهر ربنا يعني هداها إلى الخير بيكسر فيه الخير بيكسر فيه طعام الطعام بيكسر فيه سلة الأرحم لدرجة أن الكل بيتصابك أن يعزم التاني للآخر وبنجد أن حتى الغني بيتواضع في هذا الشهر يعني حضرتك هي الصدقة تعتبر عبادة؟ آه طبعا طبعا وفي هذا الشهر بيكون طبعا الصدقة لها أجر كبير جدا زي ما العمر فردان بطب تعادي الحجة فطبعا الصدقة بطب لها أجر كبير عند الله عز وجل فإحنا بنقول أصول مدرسة الاجتماعية أنه بيتقارب جميع المجتمع المسلم في هذا الشهر لدرجة بنجد أن الغني يطعم الفقير وهو سعيد لدرجة أنه ممكن ينسى نفسه أن يفطر نفسه وهو بيفطر غيره عشان عارف أنه يأخذ أجر مثل أجر الصدقة له هذب الإنسان بالضبط هذا هو المعنى عاديين نوصله لوصوا مدرسة الاجتماعية طب ياريت ناخد من كلام حضرتك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في صلة الرحم أو التواد مع الناس وكده هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتير فدي فرصتنا نعمل ده في رمضان بإذن الله أوصانا بصلة الأرحم وربنا سبحانه وتعالى أيضا أوصانا في كتابه عز وجل وأخبرنا في أيات كثيرة أن قطيعة الرحم تبعد الإنسان عن رحم الله عز وجل عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده بقولون رمضان فرصة كبيرة وعظيمة لده هذا التواصل فيه ناس بيحصل بينهم خلافات عائلية وغيره فاحنا بقولون رمضان فرصة كبيرة لأن ربنا مش هتقبل منا أي صيام ولا هتقبل منا عبادة إلا بصلة الأرحم معنا أم مالك أستأذن حضرتك أم مالك وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بيكي أهلا بيكي أم مالك حضرتك منين أنا مالذيق آه، تمام اتشرفنا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي حضرتك معكي فضلة الشيخ تحسين ما ش تمام تمام في سؤال تاني والطلب لو طمحت يا شيخ الله يخليك ممكن تبعي الوالدي كان من أهل القرآن وكان معلم للقراءات ودعيله بالله عليك يا شيخ من علاية حال الله يخليه أولا السؤال الأول اتفضل لي بنشكرك السؤال الأول طبعا اللي هو الإنسان عليه أيام من رمضان اللي فات وجي رمضان ولم يستطع نقضيها يعمل ايه تمام طبعا لو عليه أيام ومالوش عذر خالص عليه ثلاث حاجات لازم يعمل أول حاجة التوبة لازم يتوب تاني حاجة القضاء تالت حاجة الإطعام عن كل يوم ما صموش بيطعم مسكين يعني مثلا امرأة عليها ستة أيام من رمضان اللي فات الستة أيام دول كل يوم بتطعم مسكين ممكن تجمع الستة كلهم في يوم واحد ممكن تجيب واقبة يعني مش شرط إن هي لازم حتى حضرك لو هي عندها استطاع أنها تقضي لسيام ما هي لازم القضاء القضاء مع الإطعام أغرب لسه فهيقول دي فرصة كبيرة إن لو هو مستطيع يطعم على قد ما يقدر يعني ولكن بيطعم على كل يوم مسكين طبعا لو بغير عذر لكن طبعا لو لو في عذر مثلا مرض أو غيره معلوشها للقضاء فقط أما طبعا إن شاء الله ما ننساش برضو الدعاء طبعا هي بتقول إن أباها من أهل القرآن ومن أهل القراءات طبعا لو كان حي كان هو اللي دعالنا دلوقتي لأن رب الله رسول الله قال في حديث أن لله تعالى في الأرض أهلين قالوا من هم أو قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخصته فاللهم ارحمه بالقرآن واجعله له نورا في قبره واجعل قبره روضا من رياض الجنة وارزقه لفردوس الأعلى اللهم ارحمه رحمه بابايا والأب والأم أغلى حاجة في الدنيا يعني حضرتك نتكلم حضرتك وتقول يعني البر الأب والأم في حياتهم أو في ماماتهم طبعا نحكونا نفس الوقت نتكلم عن الصلة حال ممكن نعمل بقى حاجة للأب والأم المتوفين في رمضان علشان حضرتك بقت طبعا اللي رسول الله أمرنا به أن احنا نتصدق عنهما أن احنا ندعي لهم أن احنا نبر صديقهما ممكن نقضي عنهم الصيام أو الصلاة لو ولا دا من ينفعش نتصدق عنهم لو كانوا مثلا في حالة المعظم نحجع عنهم ونتصدق عنهم ممكن نرجع لمدرسة رمضان مدرسة رمضان المدرسة طبعا نحن نقول الحاجة إيه المدرسة رمضان مدرسة روحانية رمضان مدرسة اجتماعية هندخل بقى على رمضان مدرسة صحية طبعا مين بيأكد الكلام دا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال الرسول قلب صوم وتصحه وبيأكد المعنى دا طبعا طبيب أمريكي مشهور في أمريكا صاحب مستوصفات طبية ومستوصفات معروفة في أمريكا بيقولي بيقولي أنا عملت تجارك كتير جدا لعلاج المرضى فوجدت أن الصيام هو أفضل علاج لكتير من المرضى أو كتير من المرضى فقالي أن اكتشفت أن الصوم بيشفي أمراض الدم وأمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الرئة والمعدة والأمعاء وكتير من الأمراض وكمل كلامه بيقول وعلى كل إنسان لابد أن يصوم صوما كاملا لأنه يطرد السموم التي يخالفها الطعام والشراب والدواء في صحة الإنسان وصدق الرسول إذ قال إيه؟ صوم وتصحه أفضل الصلاة والسلام يعني مبقى حقي حضرتك طبعا لسه في مدرسة إن شاء الله نكمل يعني المعاني الجميلة دي كلها وأنا عايز أقول الكلمة إن إحنا إزاي نقتنس الفرص في رمضان على جميع بقى المناحي اللي حضرتك قلتها أو على جميع المستويات الجميلة دي كلها في الحلقات النهاردة إزاي يا جماعة إن إحنا نقتنس الفرصة في رمضان مش بس للتوبة أو كده والعمل الصالح أكيد في حاجات كتير قوي عايزين يعني إن إحنا من يعني ما يفوتش الأوان وإحنا ما عملناش حاجات جميلة إحنا حديك تكمل طبعا من ضمن الحياة الجميلة اللي هنقولها في آخر مدرسة أستأذنك آه عشان الوقت حاجات الجميلة دي في آخر مدرسة وهي مدرسة المدرسة الأخلاقية فرمضان بيعلمنا الأخلاق حتى لو فيه اتنين تتخلقوا مع بعض بنلاحظ لو فيه حدي بيحش بينهم بيقول إيه بيقول أنتوا صايمين هتضيعوا سيامكم ولو واحد تذكر يقول إيه يقول اللهم إني صائم زي ما قال النبي السلام في حديث مشهور اللي هو الصوم جنة فإن كان صوم أحدهم فلا يرفس ولا يجهل وإن سباه أحد أو قاتله فليكل إني صائم مرتين ولكن البعض المسلمين بقى ممكن يظنوا أن الصوم في الأكل والشرب بس ويفطر على غيبة ويفطر على سيرة الناس وعلى النميمة ويفطر على سجارة يعني ياريت رسالة دلوقتي إن إحنا بنقول ما نضيعش اللي إحنا بنبنيه أو إن إحنا بنعمله في رمضان ونحاول إن إحنا طول الوقتي نشغل بذكر الله وياريت طول السنة وطول الأيام والهدية دي عاوز أقول لها حضرك بس أتفضل هدية أبيات شعر بسيطة جدا بنختم بها ما صام من لم يرى حق مجاور ولا صداقة ولا صحاب ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شر أو سعى في خراب ما صام من أدى شهادة كاذب وأخلى بالأداب والأخلاق أصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والغرباء جميل جدا بحي حضرتك ما شاء الله يعني اختيارك للكلمات بحي حضرتك جدا والفقرة بصراحة سرية وإن شاء الله نكرر كتير هنطلع لفاصل هنشوف معانا عبد الرحمن أحمد الديب أحد طلاب الدمج المتفوق والناجح كمان في المجال الأدبي والثقافي وكتب لنا أجمل الكلمات على لسان أو المؤدي للكلمات دي محمد السيد حمادة نسمع رمضان شهر الغفران ترجمة نانسي قنقر